موضوع مهم يا دندون أكيد فعلا في بعض الناس طبعا إحنا كلمنا طبعا كتير بس هنقول لو لسه لدينا أصدقاء منضمين وبيسمعونا لأول مرة خلينا نقول إنه طبعا التغذية الصحية أكيد الأكل الصحي مهم الرياضة مهمة حاجات كتير في حياتنا لكن أصبح من كمان الضروريات هي فكرة تناول الفيتامينز أو المكملات الغذائية اللي بتساعدنا كتير دلوقتي في حياتنا كلمينا بقى هي يعني أصبحت مهمة الفيتامينز مهمة جدا لكل الستات اللي بتتفرج علينا وكأكيد رجال بسيمكن بخص بالسيدات عشان كل الستات بتتابعك يا عظيمة بالأكل الحلو اللي بتعمليه فالفيتامينات ليها أهمية كبيرة جدا في كل مراحل الستة من سواء ما كتبنت لغاية ما تجوزت لغاية ما حملت لغاية ما ولدت وتردع وبتخش في المونوبوس كل مراحل حياتها لازم فيتامينات ومعدل مهمة في ايه هكلمت مثلا للمناعة مهمة جدا للمناعة الستة لما بتجبر شوية في السن المناعة بتتراجع يعني بعد الأربعين المناعة بتتراجع شوية فمهمة جدا لها الفيتامينات اللي دعمة للمناعة مثلا زي فيتامينات زي الزينك الفيتامينات اللي موجودة في ألبا مالتي فيت اللي هتكلم عنه مهمة جدا لدعم الصحة النفسية الفوليك أسد مهمة قوية عشان حتى وقت الحمل ووقت الولادة تدعم لها الصحة النفسية ووقت انقطاع الدورة تدعم لها الصحة النفسية وبرضو أكيد الفوليك أسد موجود في ألبا مالتي فيت هتكلمك مثلا عن الكالسيوم كل ما السيت بتكبر في السن الكالسيوم عندها ممكن تبع عرضة لها شاشة العضو فلازم تدعم جسمها بالكالسيوم الكالسيوم موجود في ألبا مالتي فيت لو هتكلم عن احنا هنتكلم طبعا عن كل الحاجات الموجودة فيه بس يعني قولنا ايه اللي ممكن احنا كن مش وغدين كمان بالنا منه مع مرور الوقت الاعراض مثلا اه يعني هنا فيه اعراض كده بتحسس على ساعات الواحد بقاش متخيل ان دي نتجتها نقص بعيدة من سجسمه صح التعب الخمول كثرة العدوى عدم التقام الجروح التهاب التهاب تنميل الأطراف تساقط الشعر نزيف احيانا في الليسة لو احنا منغسل سننا شحوف البشرة البشرة ما فيهاش نضارة الهالات السودة تساقط الشعر تقصر الأظافر كل الحاجات دي بتبقى من اعراض نقص الفيتامينات من معادن لما نيجي نمسك المج ونلاقي ايدي اعصابي مش قوية بتترعش بتترعش فتلاقي المج يقع من ايدي برضو نتيجة نقص الفيتامين بي عندنا اعراض كتيرة قوي ما ينفعش ان احنا نستهان بيها لان ما نلاقي استهانة في الفيتامينات الفيتامينات دعمة جدا لصحة المرأة والجمال المرأة والصحة النفسية كذلك اعصابي